نحن نعارض قيام بعض البلدان بتشويه معنى القانون الدولي وتأطير إرادته على أنها ما يسمى بالنظام الدولي القائم على القواعد وفرضه على بقية دول العالم والاستهزاء المتعمد بالحقوق المشروعة للبلدان الأخرى في انتهاكاً لسيادة القانون الدولي كما نعارض تجاهل هذه الدول للاتفاقيات الدولية من خلال تمزيقها بشكل تعسفي أو الكيل بمكالين ليس لديهم مصداقية الحديث عنها وينبغي البلدان المعنية أن تفكر ملياً في أعمالها حثت الصين الدول الأعضاء على الالتزام بسلطة مثاق الأمم المتحدة ودعم النظام العالمي القائم على القانون الدولي وضمان المشاركة المتساوية لجميع الدول ومقاومة العقوبات الأحادية وانتقدت الصين العقوبات الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى خارج نطاق تفويض مجلس الأمن باعتبارها محاولة للحفاظ على الهيمنة إن العقوبات الأحادية الجانب في كثير من الأحيان باسم دعم القانون الدولي وتنفيذ قرارات المجلس أخضعت الأمم المتحدة لاتهامات لا أساس لها من الصحة وأضعفت سلطة التعددية نحث مرة أخرى البلدان المعنية على الوقف الفوري للعقوبات الأحادية الجانب وندعو المجتمع الدولي وجميع البلدان إلى دعم الإنصاف والعدالة والاستقلال ومقاومة ومكافحة هذه الأعمال غير القانونية بشكل مشترك ترجمة نانسي قنقر